رحبا حضراتكو في الفقرة اللي دايماً بنوه عنها وبنتكلم إن هي فقرة بتحمل لنا كل مرة معلومات مختلفة هلتكلم تحديداً النهاردة عن السوليكيات الممكن يعني تصيبنا بيئة الأمراض من غير ما نحسه وبالتالي بتسبب برضو ضعف في المناعة وكل شوية يجي فيروس لنا ويقتحم أكسدنا وبعدين نقوله وإحنا ليه بيجرالنا كده ده ممكن كله يكون راجل لأن احنا عندنا السوليكيات خاطئة للأسف الشديد بتهدد المناعة بتاعتنا وإحنا مش عارفين عشان كده من خلال الفقرة دي هنعرف إزاي ممكن نقوي المناعة بتاعتنا إزاي ممكن يعني حياتنا ليها سلوك معين من خلال السلوك ده إحنا ممكن يبقى عندنا زي ما بتقال كده يعني أورنس أكتر أو جسمنا يكون يعني زي حق تسد لأي فيروس إنه هو ممكن يقتحم أكسدنا خلينا نعرف كل ده وإزاي بيتمه الصحة النفسية برضو أتأثرها إزاي مع دكتور دينا قبل سعود اللي بتنورنا دايماً المستشار التبي لشركة بايو ناتشرل صباح الفل وصباح الحب النهاردة يوم مميز وموضوع مميز يا نهواندو على كل مشاهدين القناة الجميلة قناة الأهل من أورنا وده بيتك بقى خلاص ده مكانك بتتلبي بالإسم والناس بتخش تسألنا قد كده استشارات وسألونا دكتور دينا لو دخلت على تويتر حتشوفي النهاردة طوبيك مهم جداً فكرة هنا جهاز المناعة وإزاي زي ما أنا قلت جسم يكون يعني هو اللي بيدافع على طول قبل أي فيروس لما يتمكن مني برضو الشق النفسي اللي أنا تكلمت عنه إزاي إلى حد ما ممكن يضعف جهاز المناعة يعني هو مربوط بكل حاجة أعتقد جهاز المناعة طبعاً جهاز المناعة الجهاز اللي ربنا خلقه عشان يهاجم أي فيروس أو أي بكتيريا هو الجيش بتاعنا لازم جداً نعازز جهازنا المناعي ضد الفيروس اللي احنا منشوفها وضد أي بكتيريا بس فعلاً يا نهوان للأسف في حاجات بتتعامل خاطئة جداً وكلنا بنعملها بلا استثناء بتتعف جهازنا المناعي زي لو قلت لي الصحة النفسية السترس والضغوط العصبية ده بيهد جهازنا المناعي لأنه بيرفع لي نسبة الكورتيزول اللي بتطلع من الغضة الهرمون اللي بيطلع من الغضة كذرية ده بيهد جهاز المناعة سأقولك على حاجة هنا يا دكتور مارتو معك فيه ناس للأسف هي يعني وجودها ممكن يعصابك بتكلم ده جاد مهما حاولت مثلاً أنك تتجنى بالظروف غصبة عنك أو حاجات نوعينة بتحصل غصبة عنك يعني الواحد برضو مش قادر يتحكم عارفة وقتها تعملي ايه تخلصي أنك تشوفي البني أدم ده وتجري على الجيم العابي رياضة لأن فعلاً الرياضة مهمة قوي لأن الرياضة لو الكورتيزول علي العدو الأول ليه رياضة فمن أهم الحاجات لو أنا متعصبة من حد ألعب رياضة أول ما أشوف أروح ألعب رياضة يجي بفايدة برضا هوي بقى في فايدة منه بزاق فمهمة قوي أن نحن نعمل كنترول شوي على الضغط العصبي مهم أن نحن ما نفردش في السكريات لأن السكريات بتعليل نسبة السكر في الدم وبتعليل نسبة الالتهابات فلازم ده كمان النضافة الشخصية مهمة جدا يعني مثلا جينا من برأ نخسل إيدينا خلصنا يعني دخلنا الحمام نخسل إيدينا بعد الأكل نخسل إيدينا كل الحاجات دي لازم نعملها عندك كمان الإفراط المبالغ فيه في الأنتي بايوتكس والمضادات الحيوية ده بيهد جهاز المناء لو كح وكحها على طول يروح للأدوية المبالغ فيها اللي بتأثر برضو باي تايم زي ما بتقيل على جهاز المناعي بشكل سيء صح عندك قلة النوم عدم الراحة مهمة قوي نحن ننام بالليل عشان نبقى ريلاكس وجهازنا المناعي يبتدي ينتج لي كرات الدم ننام بدري يعني ننام بدري وننام ساعات كافية مهم جدا نحن نقلل التدخين لو فيه فئة بالدخل نقلل التدخين بقدر الإمكان ونشرب مياه كويس ونأكل أكل فيه فيتامينز وفيه حديد عشان الأكل الصحي هو اللي بيعزز لي جهاز المناعي فنعمل كل ده هنقدر جهاز المناعي يشتغل ويحارب الفيروس والبكترية كويس جدا عملنا الحاجات دي ووظبنا عليها بس برضو الجسم بيبقى ما زال محتاج حاجة تسابورت ايه اللي ممكن ألجأ ليك يعني كفايتامينز كمكملات كحاجة تساعدني برضو وهل ضروري أصلا ولا لا مش ضروري أكيد ضروري أن احنا نلجأ للمكملات الغذائية لأنه صعب أنك تتعاملي مونتر لفيتامينز مهمة جدا للمناعة والطاقة طبعا الأكل الصحي زي الخضار زي اللحمة زي المكسرات فيها ألياف وفيها فيتامينز بس صعب أن نعمل مونتر ونعرف نأكل لأن جسمي يوميا محتاج فيتامين سي يوميا محتاج فيتامين بي بكل مشتقاته لتعزيز جهاز المناعي يوميا محتاج زينج فطبعا جاي معك أنا هاوند أتكلم على القلب مالتي فيتامين مكمل غذائي فيه فيتامينات كتيرة جدا محتاجها الجسم يوميا مكمل غذائي مرخص من هيئة سلامة الغذاء ودي حاجة تديني أمان أن أنا قبل حاجة مرخصة ومتعمل عليها التستات موجودة في كل السيدليات والسعر حلو جدا السعر مش غالي عشان يقولوا إيه دا دينا مثلا دكتورة دينا بتتكلم على منتج أكيد ممكن يبقى غالي شوية لأن قبل كده تتكلمت على حاجات غالية لكن فعلا قلب مالتي فيت سعره اقتصادي زي ما احنا شايفين شكله على الشاشة العبوة يا نها واند مهمة أو يقول لستادة المشاهدين ملناش بديل عشان ما ننوحش السيدلية يقولوا لأ دا البديل بتاع أو ممكن يدولوا أي مكامل غذائي ما فيهوش كمية الفيتامينز دي لأن قلب مالتي فيت مختلف عن أي مكامل غذائي تاني كورس هيبقى بيكافي حضراتكو تلت شهور صح كده؟ الكورس العبوة هتكفي شهر واحد لا يعني الكورس تلت شهور بس هي العبوة تكفي شهر ناخد واحدة ولا اتنين لا هي واحدة يا نها واند عشان أنا برضو بقول مش معنا نبتكلم على المكمل غذائي ألف مالتي فيت ناخده بالتلاتة واربعة راس لا هي عبوة هي كابسولة واحد عايز نتيجة سريعة يقول لك اختصر التلت شهور هو الفيتامينز لما بتعلى الكابسولة أنا محتاجة ايه اكتر من كل الفيتامينات أنا شايفة كل حاجة ما فعلا موجودة بالزبط من اهم الفيتامينات للمناعة طبعا الكابسولة دي كابسولة واحدة فيها كل الفيتامينات دي من اهم الفيتامينز لتعزيز المناعة عندي نقدر نقول فيتامين سي فيتامين سي حلو جدا جدا لانه انتي اوكسيدنت مضاد للأكسادة وبيعليلي الطاقة بتاعتي بيحاول الاكل الطاقة فانت لما تقطيك تعلق وجهازك المناعي يشتغل احسن عندي فيتامين ايه مهم جدا لجهاز المناعي فيتامين ايه من اهم الفيتامينات اللي ربنا خلقها لتعزيز جهازنا المناعي ولمحاربة اي اكسادة في الكزم يعني الاكسادة الكزم دي حاجة صعبة جدا هنبنتكلم عليها لكن فيتامين ايه انتي اوكسيدنت وبينشطلي الدورة الدموية عندي كمان من اهم الفيتامينز طبعا انا عندي كل فيتامين بي مركب فيتامين بي بكل مشتقاته ممكن اخص مثلا دلوقتي الفوليك اصد واخص في الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 ليه خاصية الاتنين دول لان هما اللي بيحفزوا لي على كفاءة الدم الكوبالامين بيسرع او بينتج لكرات الدم الحمرة مع الحديد فانا كده اقدر احافظ على الهموجلوبين او نسبة ال ناس كتير او يبقى عندها نقصة في الهموجلوبين هما مش عارفين بالضبط فلازم ناكل اكل فيه حديد ومع الكوبالامين يبقى انا كده عززت كفاءة الدم بتاعتي فدي حاجة مهمة ان انا اقدر اعزز كفاءة المناعة بتاعتي عندي زنك طبعا انت عارفة اول ما بيجي لنا برد دلوقتي فيتامين سي وزنك عندي زنك كمان اصلا يعني العلبة فيها كل حاجة حتى لو واحد بياخد الكورس او بياخد الحاجات اللي بتاعت الكوفيد هو اصلا مش محتاج بقى خلاص او لو جاب المالتي فيتامين دي فيها كل حاجة بلاس بلاس بقى للفيتامين الانتيبيوتكس بتاعتي لا لا اقصد اللي هو قبل عشان احصل نفس اللي هو بايتامين سي الزنك بس هو ما بيمنعش ما فيش حاجة هو الفاكسين حتى وقته ما بيمنعش طيب خليني اروح معاك النقطة او سؤال انا تسألته وعايزة اقوله لك يعني تقالي اسألك السؤال ده حد كان بيسألني يعني شخص بيتعمل بالشغل معنا يعني بس دخله على قد فكان بنقلك السؤال هل يقدر اي حد يشتري الدواء ده او مش دواء يعني اللي هو مكمل الغذائي ده لو هو مرتبه عايزة اقول ايه يعني مرتبه ما يسمحش ان هو يأكل اكل صحي ويشرب مياه كتير خلي بالحضرتك برضو من حاجة الاكل الصحي مكلف خلينا نبقى واضحين فهل اقدر انا لو دخلي محدود جدا ومعنديش من الامكانيات ولا الوقت ان انا اكل اكل صحي ان انا لو اشتريت مالتي فيتامين ده يعوضني عن الحاجات اللي جسمي محتاجها من الغذاء الطبيعي وكده اه طبعا هيعوضه جدا لانه هو هيبقى محتاج يوميا فيتامين سي فيتامين بي للأسف موجود في اللحمة فزي ما قلت يعني ممكن يكون الناس معنداشر مقدرة يعني ان هما يأكلوا لحمة كتير ففايتامين بي موجود بلس ان عندي زنك وعندي نحاس وعندي فوليك أسد فهيبقى كويس جدا ليه عشان لو عايز يعزز منعته لو عايز يعزز طاقته لو هو بيصحى منه مثلا نشاطه مش قوي اقدر ان هو ياخد هذا المكمل الغذائي بعد الفطار هيلاقي طاقته ونشاطه في اليوم هيلاقي بيعرف يخلص النشاط بتاعه خصوصا الناس في بعض الناس اللي عاملة يعني شغل يكون مهلك شوية او متعب شوية بيعودوا بالساعات ممكن يشتغل مثلا خمستاشر ساعة واثناشر ساعة فده مهمة قوي اننا زي الباور بدي باور لجسمي عشان يقدر يستمر من غير ما ييجي هبوط من غير ما ييجي فقر دم من غير ما ييجي الحاجات اللي بنشوفها للأسف الشديد طبعا برجو عايزة اكلمك في الفئة الخاصة بالسوائين اللي بيسافروا على عدد ساعات طويلة جدا يبقوا محتاجين حاجات زي كده هيبى حلو قوي ليهم طبعا لان كابسولة واحدة هيمدهم بكل الفيتامينز وسعره يا جماعة حلو جدا سعره مناسب قوي العبوة فيها 30 قرص بناخد أو 30 كابسولة بناخد كابسولة واحدة في اليوم هنقدر نعزز صحتنا هنقدر نعزز كفاءة دمنا هنقدر ندعم عظمنا لانه برضو فيه كالسيوم فتدعيم العظم وتدعيم الطاقة ونحسن المود بتاعنا يعني ساعات يقولوا لي مثلا انا مش عارفة ليه مثلا يا دكتورة دينا ساعات بصحة مودي مش قوي عندي تقلبات مدية من احد الاعراض نقص الفيتامينز والمينرالز فاكيد بنصح بهذا المكمل غدائي الرائع اللي واخد ترخيص من سلامة الغداء اللي سعره مناسب لكل طبقات المجتمع فعلا بلا استثناء ما دي بقى نقطة نركز عليها فعلا لان البعض بيعتقد ان الحاجات اللي زي كده بتبقى الطبقة معينة او بمبلغ معين لا حريك بتتكلم في وكامل غدائي فعلا يناسب كل المستويات وفي نفس الوقت حتى الليفل اللي هي الناس المرتاحة مديا اللي بس ممكن يبقاش عنده وقت ممكن يبقاش عنده امكانيات ما عندهوش وقت فعوض بقى يعني ما بتاكلش اكل صحي تاكلش اكل سليم تشربش مياه كتير ما بتعملش اللي هو الريجلر تاست اللي هو البلاد تاست او غيره فعوض الكلام ده كله من انت جسمك برضو تمد بالفيتامينز اللي هو محتاجة عشان للأسف الشديد بنلاقي فجأة ناس وقعت مننا مرة واحدة احنا شوفنا ده كتير وسمعنا عن ده كتير شخص بيبقى مفروض قدامنا طبيعي بس هو بيبقى عنده مشاكل يمكن هو نفسه مش عارفها صح فدي نقطة كويسة جدا خليني بقى روح معاك برضو لفكرة هنا احنا بنتكلم على سواء بقى دلوقتي الاعمار المختلفة امان جدا بس الاطفال فوق سن الاثناشر صح بالظبط فوق سن الاثناشر لكن السن العالي الاي سن 80 سنة ده مهم جدا للسن العالي لان الفوق الستين او الفوق السبعين اكيد بيبقى عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن اكيد المعدة مش بنفس الكفاءة زي كفاءة الشباب الجسم كله الجسم كلها وطبعا زي ما انا بقول ان المعدة والامعاء لازم يبقى سلام عشان نعرف لما ناكل الاكل يتهدم كويس والدم يسحب الفيتامينات طيب معلش هرجع للنقطة دي تاني لانها نقطة مهمة هو منتج امن 100% ولكن لو اي شخص مثلا بيعاني الضغط السكر حاجات زي كده بياخد ادوية وتفر المشكلة يعني اللي بتقابله هل لازم يستشير طبيب ولا ممكن انه هو يلجأ للمكمل الغذائي اللي هو الف مالتي فيت على طول السؤال طبعا مهم جدا طبعا الف مالتي فيت هو مش دوى عشان يستشير طبيب هو فيتامينات فهو لا يتعارض اطلاقا مع اي ادوية سكر او اي ادوية قلب او اي ادوية كوليسرول او سيولة او اي هل طبعا بس مهمة اقول يا نهواند انه فيه فرق كبير بين الدواء وبين المكمل الغذائي عشان الناس ما تدخلش الدنيا لانا نفسي قلت الدواء على المكمل الغذائي بس سمحتها بالزرق فهتلاقي ناس كتير ايه ده طب خلاص انا عندي سكر اخذ قلب مالتي هو السكر هينتجي هيولد انسوليم يا جماعة لا لا غنى عن الرشدة بتاعت الطبيب ده رقم واحد رشدة الدكتور ده رقم واحد لعلاج اي مرض لكن اكيد بقول ان قلب مالتي فيت هيبقى مناسب ولا يتعارض مع اي دواء سواء للضغط او للسكر او مرض الكوليسترول لان كمان فيتامين اي بيحسن شوية نسبة الكوليسترول عندك الفيتامينز الموجودة بيحسنون بنسبة مستوى السكر في الدم لا يتعارض مع اي دواء بناخده اطلاقا والحوامل امن جدا برضو بنأكد الحوامل طبعا امن لان قريدي الدكتور على طول من قبل ما بتحمل بيكتب لها على فوليك أسد لان الفوليك أسد من اهم الفيتامينات اللي بتمنع لتشوه الاجنة الفوليك أسد هو اللي بيبني لي الخلايا العصبية للجنين فمن قبل ما بتحمل بيديها الخطة ان هي تمشي على فوليك أسد بعد الحمل طبعا هي دي العبوة اللي احنا شايفنا بعد شهر التالت اوراق يعني زيون مبتكروا كويش محدش يقول يعني مش بعد كل اللي احنا بنعملنا حتى يروح يديك دواء تاني أو مكمل غداء تاني أو بديل تاني أو بديل تاني معنى لاش بديل في السوق خالص ولا في السيداليات ولا في اي حطة وليه بنقول ما فيش بديل لان احنا لما بنتكلم أو دكتور دينا بتشرح لنا عن المكونات هي مكونات يعني زي ما حضراتكم شايفين محددة فلو هو بدي بديل ما اعتقدش ان حيبقى فيه بديل مليان كل المكونات أو يعني مليء بالمكونات اللي دكتور دينا بتقول لنا عليها اللي هي اكيد في غاية الاهمنية صح طبعا زي ما احنا شايفين برضو الكابسولة فيها فيتامين سي فيها فيتامين اي فيها الكالسيوم اللي تدعيم هو فيها اي فيتامين مش موجود من الاخر عشان اي فيه اي حاجة نقصة فيه طبعا فيتامين دي مهم جدا جدا دم الشمس دم الشمس وعندي من الاملاح البوتاسيوم الماغنيسيون برضو موجودين في المكسرات وكده لكن فيتامين دي مهم مناخدهم الشمس دي برضو حاجة لازم اقولها انه قد اي فيتامين دي مهم برضو عندي الحلو في قلب مالتي فيت ان كل مشتقات فيتامين بي كومبليكس احنا مش عايزين مثلا الثيامين لوحده احنا مش عايزين رايبو احنا عايزين كل فيتامين بي بكل مشتقاته يوميا ما نخافش منه لان زيادة منه اكسيد الاكسيد بينزل على البول لكن مهم جدا ان انا اخد فيتامين بي وزي ما انا قلت فيتامين بي موجود في اللحوم وفوينت حلوة قوية يعني هونده فعلا ركزت فيها ان مش كل الناس عندها مقدرة انها تاكل لحمة فدي حاجة مهمة ان هما لازم يمشوا على مكملات غذائية الفيجنز النباتيين النباتيين دول زيروا لحمة فده الجسم بقى يعني محتاج محتاج فيتامينز معينة حضرتك بتشاء على فكرة ممكنش لحمة فانا من النهي برضو رح نكتر نقوي على المرة الجاية هجيب لك ألف بي معاك لازم مهم جدا عشان كمان الحديد خضروات بس المصدر بتاع الحيواني أقوى لاغينا طبعا فلازم نعوض بمكملات غذائية وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد دي مهم حد يقولي ايه دب انا عندي الحديد ناقص وكده لما عمل السي بي سي وباكل كل يوم لحمة وباكل وباكل والحديد فبقول لهم تبركزوا فيتامين سي لأن الحديد صعب امتصاصه شوية ألف مولتي فيت فيتامين سي اللي بيساعد على امتصاص الحديد واللي عايزين نقطة نركز عليها كمان القصة مش رفاهية يعني بعض قد زيارة ان المكملات الغذائية والفيتامين حاجة لا رفاهية لا هي شيء أساسي في حياتنا لأن انت زي ما احنا بنتكلم الواحد بيكون عنده نقص في حاجات كتير هو ما يعرفش في جسمه فانت لازم تعود ده لأن مش كل يوم هنقدر ناكل سليم ويعني سنة كده في شنطتنا في عربيتنا يعني السبح بعد الفطار أكيد هيفرق بشكل كبير جدا وعن تجربة يعني الناس كتير برضو جربت وعلى فكرة نحن حبين ممكن نبقى نعمل يعني عارفة زي سيرفي في الفترة اللي جاي نشوف مين جرب ونشوف تأثيره أو فرق إزاي مع كل شخص هذه تبقى حلوة جدا يعني تجرب الناس الشخصية ينقلوها لنا ياريت أتمنى نعمل الفكرة نعمل ده حلوة فكرة حلوة فعلا نعملها كل مثلا آخر شهر نشوف الناس تجربت شهر تقول لنا تجربتها بالزفر فعلا عشان المجربين ببعتولي أنا على السوشيال ميديا بتاعتي السوشيال ميديا بتاعتي مش مارئة فنشارك مع الناس صح أكيد يجي لك أسئلة كتيرة طب إي من الأسئلة اللي بتشوفيها مثلا مهمة قوي نجاوب عليها دلوقتي النقاط اللي تسألت عنها مهمة مهمة قوي من الأسئلة اللي تسألت عليها موضوع الشعر التالف التساقط الشعر دي مشكلة نعمل بالزبط كتير بيبعتولي من الشباب احنا فقدين التركيز عندنا مواد كتيرة جدا والمذاكرة كتير والإجهاد النفسي والعصبي بيخلي عندنا عدم تركيز ده بيجي لي برضو الأسئلة دي حد مثلا سألني مريضة سكر وكده الدكتورة دينا ينفع قلب ملتيفيت أنا طبعا برد على السوشيال ميديا بس مهم أن أنا قلتي حاجة حلوة يعني هواد أن أنا بقى جيبها الأسئلة ونرد قدام الفقرة الجاية والله نعملها يعني ننزل إسأل دكتور دينا ونشوف الأسئلة اللي بتتبعت ونجاوب حضراتكم على الهواء لأن الأسئلة مهما كنت أنا بسألك أسئلة أكيد فيها أسئلة كتير جدا الناس حابة أن يتعرف طبعا فنعمل الوان توان ده خلاص من الأسبوع الجاي I hope so والله شفتي بقى والله أنت بيري كرياتيب يا نهواند وقبل ما تخل بجد الهواء بقول مش ممكن يعني قد إيه بقى مبسوطة معاك وتقطك إيجابية في كل الستوديو سلام يا رب طيب أنا الوقت بيجري بس حابة أن أروح معاك برضو كده ونتكلم تحديدا بقى عن المود سريعا المناعة والمود ناس كتير تقول لك ما لهمش علاقة ببعض دول أساس العلاقة فإزاي أنا برضو الواحد موده سيء جدا ممكن يقول لك إيه ده هاخد كابسولة الصبح هتحسنني المود معقولة طبعا معقولة طبعا معقولة جدا الفيتامينز بتحسن المود جدا عندك الفيتامين إي من أهم الحاجات المضادة للأكسادة أكسادة الخلايا بتأثر جدا على المخ على فكرة وبتأثر على أوعية دموية يعني أكسادة الخلايا يعني مثلا الحاجات اللي بيحصل فيها أكسادة الحاجات اللي احنا بنعملها الأكل اللي فيه مقالي ده أكسادة أكسادة دي بتطلع حاجة اسمها خلايا حرة الخلايا الحرة ملهاش ملكة ملهاش مسكة ملهاش فعلا ده بالعام فعلا ملاش مسكة فبتمشي تدمر لي الخلايا أول ما الخلايا تتدمر أو الأكسجين ما بيوصلهاش بقدر كافي ده أنا بسميه موت بالبطيئ فلازم أننا وبعدين إيه اللي احنا منها ما احنا على طول بناكل محمر ومن المسبك 8% من البيوت المصرية طبعا فدي حاجة دي دي ثقافتنا أن احنا بنحب الأكل ده كتير بيدخنوا التدخين برضو بأكسد بيطلع الخلايا الحر القلة النوم الإجهاد التوتر كل الحاجات دي بتعمل على الأكسدة فلازم يبقى عندي حاجة ضد الأكسدة أن هي تتحجم الخلايا الحرة دي ففايتامين إيه ربنا خلقه من أهم الفيتامينات اللي بتعمل على عدم الأكسدة لأنه صعب أن أنا أقول لا أنا مش هاكل محمر ومحب الأكل ده فلازم نعوض بمضادات أكسدة هي دي الأكسدة الخلايا نقطة مهمة جدا معلومة حلوة ويعني خاص في ختام الفقرة إحنا بيما أن إحنا في عيد الحب لسه ما جبتش هدية عندك ألبا ما يجبين على فكرة والله تبقى هدية حلوة أنت بتهدي حد ومش لازم لبس لزوجك أو لزوجك لولدتك لجدك لجدتك لصحابك يعني هدية تبقى حلوة جدا مفيدة جدا ومضمونها عظيم جدا لا بيقولوا لي بلاش الشوكولاتات لا مع الشوكولاتات عالش حنعد النهاردة حنعد النهاردة نأكل شوكولات بس مش لازم خمسة بار شوكولات المعقول حلوة يعني بس لا غنى عن المكملات الغذائية لجسمنا أمر مهم جدا وزي مكتب أقول لحضراتكو في بداية الحلقة جهاز المناعة ده زي الجوهرة اللي لازم نحافظ عليها بكل ما نملك فما نستهونش بالموضوع ده لأنه ده السلاح اللي جسمك بيحارب بيه أي حاجة على مر السنين يعني نورتينا دكتور دينا وكل سنة وأنت طيبة مرة تانية وأنت طيبة وبألف صحة وسلامة مشكر حضراتكو على متابعتنا النهاردة وبكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعشر صبح في الأهل